تعلق بما جرى بالأمس في ألمانيا وبريطانيا دولتين ترعى وتدعم الإرهاب إرهابي عبد الرحمن عز الإخواني المحكوم عليه بتلاتين سنة سجنة لاشتراكه في عمليات اغتيالات وعمليات أخرى هذا الإرهابي الألمان وأفوف المطار تلات أربع ساعات ثم تدخل البريطانيين بمكلمة وإنه لديه جواز سفر بريطانيين قلت لكم بارح في معلومات ولكن التأكيدات موجودة إنه بالفعل لديه جواز سفر بريطاني قلت بارح بريطانيا بتمنح جوازات السفر للإرهابيين وأفضل أقولها طول الوقت لحد بريطانيا تتوقف عن هذا الأمر إنها لا تساعد الإرهاب ورغم بريطانيا بيحصل عندها عمليات إرهابية ولكن يبدو إنها أيضا مستمرة ومش عارفة إنه الإرهاب ده هينقلب عليها زي ما انقلب عليها ولسه هينقلب الإرهاب اللي هو الإخوان الإرهابي اللي هم أصل إرهاب هينقلبوا على بريطانيا وعلى ألمانيا وعلى هذي الدول اللي بترعاه النهاردة حلقتنا عن الموضوع ده إيه التواطؤ البريطانيا لألمانيا ليه بريطانيا وألمانيا يتواطم على الإرهاب ليه بيسمحوا ببلدهم فيها عناصر إرهابية ليه بريطانيا أصبحت اليوم هي عاصمة الإرهاب في العالم ليه؟ إيه السبب؟ ليه بريطانيا ترفض أن تطبق القانون لماذا؟ ليه بريطانيا تفتح من من داخل أراضيها قنوات تدعم الإرهاب وتؤيد الإرهاب وتحرض على الإرهاب ليه؟ إيه ما صحة بريطانيا؟ ليه بريطانيا لديها أكبر عدد من جميع قيادات وفصائل الإرهاب والتطرف حول العالم من أفغانستان لمصر للجزائر للبنان لتونس للمغرب للسعودية للإمارات للبحرين للكويت للعراق ليه؟ لسوريا ليه؟ ليه؟ لنجيريا لمالي لتشاد لليبيا ليه عن بريطانيا؟ هي لحظنا الإرهابين كلهم ليه؟ إيه سر إيه ما صحتها؟ وقال لا تسلم أي من هؤلاء لدولهم ليه؟ إيه ما صحت بريطانيا فده؟ وإيه ما صحت ألمانيا تقبض على إرهابي قبل كده؟ إرهابي أحمد منصور ثم الإرهاب عبد الرحمن عز وترفض تسليم الإرهابيين حتى رغم تقدم سفرتنا في برلين والسفير بدر عبد العاطي طلب رسمي للسلطات الألمانية بتسليمنا هذا الإرهابي هنتكلم في كل هذه الأمور قانون الدولي بيقول إيه؟ الانتربول بيقول إيه؟ يعمل نشرة حمرة تلف في مطارات العالم كلها ويتم توقف إرهابيين ويتم تسليم دهب يعني إيه؟ وقدم الموسيبة تقول إيه في هذا الأمر النهاردة يشرفنا السفير أحمد خطاب مساعد وزير الخارجية الأسبق